كما لاحظنا فقدنا الاتصال مع الزميل أحمد حرب نتيجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع في ظل القصف المستمر على القطاع إذن قصف إسرائيلي مستمر على القطاع وأيضا انقطاع في الاتصالات والإنترنت مع الزملاء على الأرض وهو ما ينطبق على جميع أنحاء القطاع سواء كان في الشمال أو في الجنوب نتحدث عن الشمال تحديدا ومدينة غزة هناك غرات إسرائيلية مازالت متواصلة على جباليا وحي الشيخ رضوان وأيضا الشجاعية وحي الزيتون وحي التفاح أيضا وأيضا محاور أخرى ما زالت العمليات الإسرائيلية متواصلة في تلك المناطق إذا ما تحدثنا عن العنوان الأبرز في مدينة غزة نتحدث عن المستشفيات ومجمع الشفاء الطبي الذي ما زال تحت الحصار الإسرائيلي حتى هذا اليوم وما زالت الأوضاع داخل هذا المستشفى صعبة جدا نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر للمستشفى الشفاء الطبي وأيضا إدارة المستشفى تقول بأن المستشفى سيتحول إلى مقبرة جماعية إذا لم يتم التحرك لإنقاذ من في داخل المستشفى سواء كان من الكادر الطبي أو المرضى والمصابين وأيضا النازحين الموجودين داخل المستشفى وضع مأساوي جدا داخل المستشفى وبالعودة إلى الخارطة نتحدث أيضا عن مستشفيات أخرى إن كان مستشفى الأندونيسي الذي أيضا محيطه يتعرض في هذه الأثناء لقصف من القوات الإسرائيلية وأيضا مستشفى القدس الموجود في تل الهوى أيضا المحاصر والذي نتحدث عن كارثة حلت بهذا المستشفى أيضا في هذا الوضع وإذا ما ذهبنا إلى هذه المنطقة تحديدا هنا نتحدث عن مستشفى المعمداني والذي يقول الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الدبابات الإسرائيلية تحاصر هذا المستشفى بما أن المستشفيات هي العنوان الأبرز في مدينة غزة تحاصر هذا المستشفى وتستهدف هذا المستشفى وكما أن القوات الإسرائيلية تستهدف عدة محاور أخرى مثل شارع الجلاء وشارع عمر المختار والسراي في تلك المنطقة أما بالنسبة للفصائل الفلسطينية تتحدث عن استهداف ثلاث آليات إسرائيلية تحديدا سرايا القدس في محور تل الهوى الصبرة وأيضا هناك اشتباكات تقع في الشمال الغربي في محور بيت لاهية في هذا المحور وهناك أيضا أنباء تتحدث بأن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه بعدما أحكم الجبهة الشمالية والشمالية الغربية وصولا إلى الميناء وإلى محور الشفاء ربما في خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة يفتح الجيش الإسرائيلي جبهة جديدة من هذا المحور محور الشجاعية ومحور حي التفاح للإطباق ومحاصرة مدينة غزة وسط مدينة غزة أما إذا ما اتجهنا إلى المحافظة الوسطى نتحدث عن هنا البريج والانصيرات وأيضا تعرض منزل للقصف وهناك العديد من الضحايا وقعوا في هذا القصف في هذه المنطقة ونحن نتحدث عن المناطق الجنوبية وهي جنوب وادي غزة والتي كان الجيش الإسرائيلي طيلة الأيام الماضية يطلب من المواطنين التوجه عبر هذا المحور محور صلاح الدين إلى المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية على أساس بأنها هذه مناطق آمنة لكن ما زالت العمليات الإسرائيلية مستمرة وأيضا ينطبق ذلك إلى خان يونس تحديدا في بني سهلة ومناطق أخرى فإذن العمليات الإسرائيلية متواصلة حتى هذه اللحظة في قطاع غزة